يواصل المحتجون العراقيون في محافظة البصرة الغنية بالنفط منذ أيام إغلاق الطريق المؤدية إلى ميناء أمقصر أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد الأمن العراقي جدد حظر التجوال في البصرة في محاولة أولية لتفريق الحجد مهددا باستخدام القوة إذا لزم الأمر لفض الاحتجاج أخطاء متراكمة منذ عام 2003 أدت إلى تفجير الاحتجاجات العراقية اليوم هذا ما رأاه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والذي أتبع كلمته برفضه استقالة الحكومة دون وجود بديل يحل محلها يجاهر عبد المهدي بروايته التي تعتبر أن المظاهرات تخرج عن إطار السلمية بسبب اتخاذ البعض كدرع بشري للتخريب ومشيرا في ذات الوقت إلى أن القوات العراقية تعتبر في وضع دفاعي وليس هجومي ولا تستخدم الرصاص متناسيا مقتل ما يزيد عن 260 عراقيا منذ بداية الاحتجاجات في أكتوبر 21 التنديد بالتدخل الإيراني هو النقطة المتحولة التي سبغت الاحتجاجات العراقية يتسلط الأضواء على الدور الإيراني في نبذ وصخط وتجسيد لما يعكسه الحراك من غضب شعبي حول دعم طهران للطبقة السياسية الراهنة خاصة ما تسرب عن لعب قاسم سليماني دورا في الضغط على الأطراف السياسية لمنع إسقاط الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي فضلا عن دعم ميليشيات الحجد الشعبي